قبل ما نروح لفاصل خلونا نتبع مع حضراتكم رمز برضو مهم من رموز قوتنا المسلحة في فترة طبعا مهمة عاشتها مصر سأبناتكلم بقى على ما بعد 67 وصولا ل73 بكلمكم عن رمز مهم قيمة مهمة قيمة عسكرية مهمة هو الفريق سعد الدين الشازلي على رحمه مهندس نصر 6 أكتوبر 73 زي ما بيتم اطلاق عليه هذا اللقب النهاردة 10 فبراير ذكرى وفاته فريق سعد الشازلي على رحمه كان اتوفى عام 2011 للي ما يعرفش الفريق سعد الشازلي دوره وحياته خلونا نتبع مع حضركم التقرير ده مهم جدا لما تتكلم على قيمة الانتماء لما تتكلم على الحفاظ على الدولة المصرية لما تتكلم على الشباب ويبقى فيه عندنا قدوة وعندنا رمز يحتزى به في الانضباط وفي العسكرية وفي حب الوطن والخوف عليه هنتابع تقرير عن الراحل البطل سعد الدين الشازلي في التقرير اللي جاي ومنه لفاصل ونرجع لحضرتكم مرتين الفريق سعد الدين الشازلي مهندس حرب اكتوبر ولد الفريق سعد الدين الشازلي يوم 1 ابريل عام 1922 بإحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية وسمي سعد على اسم الزعيم الراحل سعد زغلول عاشق الفريق سعد الدين الشازلي العسكرية منذ طفولته وارتبط وجدانيا بها حيث كان يستمع إلى حكايات متوارثة حول بطولات جده لأبيه الذي كان ضابطا في الجيش المصري وشارك في الثورة العربية ومعركة التل الكبير تلقى الشازلي تعليمه في المدرسة الابتدائية في مدرسة بسيون منذ تخرجه من الكلية الحربية عام 1939 اشترك هذا المقاتل المصري الأصيل في كل معارك العسكرية المصرية منذ عام 1948 وحتى حرب الكرامة عام 1973 لمع اسم الفريق سعد الدين الشازلي في حرب أكتوبر حتى أنه وضع توجيها عاما حمل رقم 41 سمي بتوجيه الشازلي الذي تضمن أدق تفاصيل العمل اليومي لكل أفراد القوات المسلحة المشاركين في حرب الكرامة أود أن أقول أن التخطيط كان يشمل التفاصيل الدقيقة جدا ماذا سيفعله كل جندي؟ اعتبارا من الجندي حتى قائد الفريق دخل الشازلي السلك الدبلوماسي بداية من عام 1974 حيث عين سفيرا لمصر في لندن ثم لشبونة ظل سعد الدين الشازلي حتى وفاته رمزا عسكريا مصريا حتى أن جنازته في العاشر من فبراير عام 2011 أقيمت في كافة ميادين مصر وأطلقت الدولة اسمه على أحد دفعات الكليات العسكرية بعد 30 يونيو عام 2013 كما تم إطلاق اسمه على أحد المحاور الرئيسية في العاصمة القاهرة ترجمة نانسي قنقر